عربي ما شاء الله اتمرنت مع كارتيرون مع لصارتي مع فيلر مع موسيماني عايز يعني موسيماني أبرز النصايح اللي بيقولها العربي ايه والله يا كابتن حضراك مستر موسيماني دايماً بتكلم معي انه هو انت لعب كويس انت لازم تهتم بالحتة الدفاعية لازم تهتم بمكانك لازم تركز لازم بتكلم لي حاجات تكتك في الملعب كتير قوي وبتكلم معي كويس جداً طبعاً بشكره جداً عن السيقة اللي هو الدهالي وبشكر الجهاز الفني وقدروا يعني اللي هما يعني ادون السيقة في أسرع وقت هو جي ابن سيكي 4 ماشات دوري لعبت 3 ماشات 2 أساسي و1 احتياتي فدي نسبة كويسة جداً فجيئتوا انت بتلعب في ممارات انبي باكرايت؟ والله كابتن احنا في النادى أهل من عمرنا احنا متعود انت فرصة وانا عايز ألعب وعايز يكون موجود حضراك اكيد عارف انت حضراك لعب كرة عارف اللاعب الصغير لما الوقت يجي اللي هو يلعب خلاص فهو لازم لازم يبقى مركز جداً لازم يبقى مهتم لازم عايز يحط رجله في النادى الاهلي ده حاجة كويسة فانا يعني الحمد لله قدرت ان انا ابقى كويس وقدرت ان انا انفس تعليمات الكوتش يعني والحمد لله ربنا كرمني وقدرت ألعب يعني حضراك انت عارف يا كابتن اسامة في النادى الاهلي مفيش حاجة صعبة عليك مفيش حاجة مفيش رهبة انت دايماً متعود على كل ده وانت صغير وانت في الناشئين نعيباً لحواليك كمان الخبرات بتساعدك كمان في النلعب اكيد اكيد يا كابتن واحنا في الناشئين متعودين ان انت في اي وقت ممكن تتلعب تلعب درجة أولا يعني انا في ماتش المصري اللي انا نزلته مع فيلر انا كنت في البيت كنت في منتخب رجع من منتخب وكنت اخذ اجازة فكلمونه رحت الماتش على طول ربنا كرمني وقدرت اشار ايه اللي بيميز موسيماني خاصة ان موسيماني كمان ما شاء الله من وقت قدوم موسيماني عدد كبير من اللعيبة في قطاع الناشئين بيتم تصعدهم بيتمرانوا ان شاء الله في لعيبة خدت فرص محمد فخري ومحمد شكري مشوفنا مصطفى شبير بس مصطفى شبير كان مع فيلر شكري ومحمد فخري يعني شوفنا عدد كبير وعربي بدر عدد كبير ايه اللي يميز موسيماني والله كابتن عدرك اولا اللي يميزه ودماغه في الملعب كواسة جدا برا الملعب يعني مثل ما يقوله باللغة بالزابط اه بصاحب اللعيبة بيخش في أجواء اللعيبة كلها انت بيتكلم معاك بيهزر معاك بيحاول اللي هو ايه بقرب منك جدا عشان تقدر تمرن كويس تلعب في الماتش كويس بيشيلوا الضغوط من عليك حاجات كتيرة بقى يعني برا الملعب حاجات كتيرة مهمة وحاجات في الملعب اهم يعني